يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيته ركز على أن يسترق أرض فجأة يأتي الغير أن الأيقونة البيزانتية هي ليس مجرد فقط رسل ينجد مفتاح لهذه الكنيسة بسحة مجراركة بسرعة ألف وثمانية وتمانين هذه الخارطة اليوم اعتمدت من يونسوف لي وإيلة هي أحد اسمها الله بدايات الرحية كانت بأشرافة كان راحب ساكنهون وكانوا السياح اللي يجوا كل طائفة يسمى بالملة بستان مار شربل أو الحديد تدير والكريسة اسمها سيدة الجبل اللي بيحكى كمان التقليد أنه لما يجى المسيح يجت معا ماريا صار عنا بعدود الألف ومتين عائلة أورتلوس في مدينة مادبة المعروفة بالمدينة الفسيفسائية توجد الكثير من الكنائس التاريخية القديمة والحديثة التي جعلت منها وجهة للزائرين من كافة أنحاء العالم ولعل أبرزها إلى جانب كنيسة الخارطة كنيسة قطع رأس يحنى المعمدان للاتين والتي تقع وسط المدينة فقد تأسست هذه الكنيسة منذ عام 1913 ويرتادها الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها الأب مروان حسان الكاهن المساعد في الكنيسة تحدث لنورسات حول بدايات تأسيسها وأقسامها ومن أين أتت تسميتها ودور العشائر المسيحية في إقامتها المعروف أن مادبة مكونة من الشريحة العظمى فيها كاللاتين وهي عشيرة العزيزات هذه العشيرة الكبيرة التي نزحت من الكرك على أثر بعض الاضطهادات والمشاكل التي صارت في الكرك نزحت من هنالك بسنة 1880 يجوا من الكرك إلى ذيبان ومن ذيبان إلى مادبة وأول ما يجوا على مادبة طبعا كان معهم الخوري تباحهم هو اسمه وأبونا اسكندر مكانيو وأول ما يجوا ضربوا خيامهم وضربوا أماكنهم في الجهة الغربية لمادبة حيث كان هناك العديد من المغر وكانت المغارة الكبرى استخدمت كبيت للكاهن وأيضا مكان العبادة والصلوات والقديس طبعا أول ما يجوا لهنا حاول أن يبنوا كنيسة حاول أن يبنوا مكان صغير حتى يصلوا فيه صراحة أبونا اسكندر ما قدر أن يبني هذا الشيء يجى بعد أبونا اسكندر أبونا داود وأبونا داود هو أول واحد بنى أول غرفة صغيرة في هذه المنطقة حتى يكون مكان للعبادة وطبعا بنى هذه الغرفة على أثار رومانية قديمة فيك نعريف الوصايا ونعشق الصلاة تحتوي كنيسة قطع رأس يحنى المعمدان على عدة أثار قديمة تقع أسفل مبناها الحالي وتغطي جدرانها من الداخل الرسومات والتصاوير والمنحوتات المميزة التي تمثل حياة يحنى المعمدان كما تحوي على نسخة طبق الأصل للأرضية الفسيفسائية في أم الرصاص فكنيستنا أصلا هي مبنية على أثار رومانية قديمة وعلى أثار بيزنطية فإذا نأخذ جولنا البعدين في هذه الكنيسة إذا نزلنا لتحت الكنيسة هناك أثار بيزنطية قديمة وأثار رومانية ويعتقد أنه في هذا المكان كان هناك القلعة الرومانية التابعة للرومان كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة في عشية عيد الميلاد بسنة 1913 بـ 24-12-1913 كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة وسميت هذه الكنيسة على اسم قطع رأس يوحنى المعمدان لأنه هي أقرب كنيسة إلى مكان استشهاد يوحنى المعمدان في منطقة مكاور التي تبعد 10 كم إلى الجنوب من مادبة فسميت على هذا الاسم وعلاوة على أنها تعد أقدم كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية في مادبة دون انقطاع فإن كنيسة قطع رأس يوحنى المعمدان ونظرا لإهميتها ومكانتها بين أبناء المجتمع المسيحي المحلي فإن رعاياها يحرصون على إقامة نشاطاتهم ومناسباتهم وقداديسهم داخل هذه الكنيسة حيث احتفل في عام 2013 بالمئوية الأولى على تأسيسها بك تجد دادت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيء ملجأي في كل ضيء يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة وبأسرارك النفي سدرنا ياسوع الرقيب ملجأي في كل ضيء